يعني يمكننا في أي حاجة ليها علاقة بانتخب مصر بالذات حتى اللي مالوش في الكورة بيشجع وبيستنى وبيفضل قاعد قدام التلفزيون بيتفرج احنا كمان عندنا فضول بقى نعرف كده لو تكلمنا بشكل فني اكتر كيروش بيفكر ازاي في المباراة خلينا اتكلم حضرتك بشكل واضح يعني احنا عايزين نفاهم الناس اولا ان المباراة مش بالتصور المنطقي او او مش بالتصور العام اللي الناس ممكن تتشوفهم يعني انا عايز اقول ان في اختلافات كتيرة تخلي مباراتي مصر مع السنغال هنا في مصر وثم في العودة في دكار اصعب كتير جدا جدا من موقعة يوين دي اللي هو نهاي امم افريقيا وبقول ده ليه بقول ده لان في بعض المتغيرات حصلة هنشوفها في هذه المباراة المتغير الاول ان احنا لعب المتغير مصر بيمر بحالة ارهاق لعب الاهل بالتحديد وبقية اللاعبين بسبب المباراة المتتالية فبالتالي في حالة ارهاق عند اللاعبين دوري وابطال افريقيا صحيح فحصل الارهاق دي مهما برضو لو حسبناها لو احنا بنتكلم كده ما لعب تستنغال برضو عندهم ارهاق بيكونوا بلعبوا نفس ال لا ما خانش عندهم نفس درقة المباريات ولا خانش عندهم لعبا العدد المباريات اه ولا لعبا لعبت بعد قومة افريقيا ب24 ساعة في كاس علان الاندية زي ما حصل لعبت الاهلي اللي رجعت لعبة مؤجلات في دور الابطال ومؤجلات في الدور فبالتالي احنا بنشوف تراجوة لمحمد عبد المنهم تراجوة لعمر السولية بشكل بير عيبة ليباكول وسان جرمام هم كمان يلعبوا من عندهم لا هم بلعبوا بشكل منتظم من اول الموصل ما خانش عندهم مؤجلات لكن احنا كان عندنا مؤجلات فاضطرنا نلعب كل 48 ساعة كل 72 ساعة ولعبنا بعد امم افريقيا ب48 ساعة فبالتالي حالة الارهاق عندنا اعلى كمان احنا بنلعب باستراتيجية مختلفة انت نهار دا لما بتبتدي المباراة وانت بتبحث عن الهدف غير لما انت بتلعب المباراة وانت بتدفع سهل جدا ان انت تدقى المساحات ودفع بشكل كويس لانت نهار دا في القاهرة مطالب اولا بالتسجيل فده بيتفعك لتغيير الاستراتيجية بالصعب المهمة اكتر طيب بس احنا المرة دي بنلعب على ارضنا وعندنا جمهورنا في يويندي كان الموضوع مختلف صحيح فشايف ان مسألة الجمهور وزي ما انت لسه قيل فكرة ان الاذاكر كلها كمان يعني خلصت او نفذت من اماكن التوزيع دا بيؤكد ان فيه دعم كامل للمنتخب فهيبقى فيه الاداء مختلف بتشوف طول الوقت الجمهور عمل مهم جدا وعامل اضافي بيخليك تشعر بانك بتلعب يعني مش لعب زيادة لا انت بتشعر كل لعب في كل التحام في كل الصراع بيشعر بانه يعني عنده اضعاف الطاقة فدي بيضيف الجمهور والتوزيع الجمهور طبعا بيضيف جدا للعبين فانا متوقع ان دا هيبقى عامل اضافي وحافظ اضافي ان شاء الله للعب المنتخب